الأستاذ الدكتور ياسر عامر أستاذ الجراحة العامة كلية الطب الأزهر دكتوراه الجراحة العامة زميل كلية الجراحين الملكية عضو جمعية الجراحين المصرية عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة IFSO أهلا بكم اكتشاف مهم جدا جدا نشرته جامعة في اليابان اسمها أوساكا كتبت فيه أنه فيه جين محدد فعلا اسمه HSP47 هو الجين مسؤول على الكتلة الدهنية والكيميات الدهنية الموجودة في الجسم وهذا الجين يعتبر جين مورس عايزة فرقكوا على فيديو كده الفيديو ده احنا شفنا مرة قبل كده بس كل ما بشوفه باكتشف فيه حاجة مهمة جدا يقدر يعمل حاجة الجاري بالنسبة للإنسان زي وزي الطيران بالنسبة للعصفور ده بجد تخيله كده عصفور أو طائر مكسور للجناح مصاب بيعاني من سمه مش قادر يطير من على وش الأرض شوف أحساس صعب إزاي الطائر بيبقى يكاد يكون بيبكي الإنسان كده برضو الإنسان لو مقدرش يجري يعني عنده سمه وسمه وراسية هو والعيلة كلهم وزيهم زي هذا الشخص وهذه الصورة الكئيبة اللي نهيتها مفرحة بس بشرط تاكل زي العصفور تعالوا راح بضاية العزيزة القيمة الألمان الكبيرة والإسم القدير في عالم جراحات سمنة لأسود دكتور ياسر عامر والساس جراحة العامة بكلية طب جامعة الأزهر زميل كلية الجراحين الملكية وجماعية الجراحين المصرية وجمال المصرية لجراحات سمنة والفيدرالية الدولية لجراحات سمنة الإفسو واستشاري جراحات سمنة والمناظر الدقيقة والمتقدمة أهلا بيك يا دكتور ياسر عامر أهلا بيك تكتور أيمن ودايما ببقى سعيد بكل المقدمات الجميلة اللي انت عملتها فعلا قصة معبرة قوي ده فيديو حلو قوي فيديو هايل وهو بيشرح يعني ببساطة جدا الهدف أو الموضوع بتاع الحلقة الحقيقة هو بيشرح لك السؤال الأول هل السمنة لأن احنا لده اللي شفناه وياريتهم يورروننا تاني العيلة كلها شبعوا عضاها كم من عيلة في العالم كله كلهم سمنة كلهم زي بعض أبو الأمن سمنة الأولاد يطلعوا سمنة ببس تكتور أيمن هو السمنة ده مرض وراسي من الدرجة الأولى ما يقدرش ننكر هذا الكلام ويوجد جين أو السمنة الجينية إن فيه طفرة بتحصل في جين معين تؤدي إلى حدوث السمنة عشان كده أنا بلاقي السمنة مثلاً في عيلة زي الفيلم ما قال بلاقي عيلة بالكامل بتعاني من السمنة وطبعاً لو إحنا ملاحظين هتلاقي كلهم واجدين شكل معين اللي هو الوش بشكل معين ده يجبين الحيوانات في البلد ما هو صريح السمنة هتعرف إنه فعلاً الحيوانات بتمشي على نظام الغذائي بتاع صاحبها اللي عنده كلب طبعاً هو عنده سمنة تلاقي الكلب بيعني بسمنة الكلب عنده سمنة طبعاً فهي الحكاية فيه جزء جيني ما نقدرش ننكره ده بيمثل نسبة مش صغيرة بس الحقيقة برضو فيه جزء فيه تعود يعني عائلي برضو يعني هي جزء وراسي إن عيلة متعودة تأكل كميات أكل كبيرة ممكن ما يكونش عندهم هذه الطفرة الجينية أو الخلل الجيني اللي أدى للسمنة بس هم عندهم عداد جزائية غلط إنه هو حب الأكل وإنهم بيجتمعوا على الأكل لأن الأكل زي ما قلنا في حلقات كتير هو عبارة عن شهوة شهوة قوية جداً فيقعد العيلة كلها عندها هذه الشهوة فتقعد تفترس الأكل والحقيقة إحنا شفنا شكلهم هم قاعدين على طلبست الصفرة لا الحقيقة ملفتين جداً وبياكلوا بكميات ضخمة جداً اللي حطلهم أطباق فيها حاجة كده بيوريك إن الأكل اللي هم اللي بكروه عبارة عن فضلات فضلات زي أنت ما قلت فهو أكل جير صحي بالمرة رابش فده زود السمنة وبقت السمنة عائلية فدايماً أنا مع النظرية المؤمنة بإن السمنة دي حاجة وراثية وفيه طفرة جينية حصلة بس دي بتمثلها يمكن 30-40% إنما فيه 60% عائلياً أنظمة غزائية خاطئة داخل العيلة الوحدة والاهتمام بالأكل والإكثار من الأكل بصورة ملفتة فده بيؤدي إلى مشاكل السمنة المفرطة بكل مضعفاتها وبكل خطورتها اللي تكلمنا عنها في حلقات كتير أولاً طيب إزاي عالج سمنة مفرطة جينية؟ خلاص وساكا جامعية فيه جامعة في اليابان قالت إن HBSP ده نوع من الجينات 47 هو المسؤول عن تراكم الدولة تمام هو طبعاً الأصل في العلاج إن أنا أعالج السبب بس أنا عشان أعالج السبب هو لسه العلاج الجيني الحقيقة لسه تحت الدراسات يعني عشان أجي أعمل تصليح للجزء اللي في الدين إيه المسؤول عن السمنة وغير هذا الجين ده لسه تحت أندر ترايلز أو هو لسه تحت الاختبارات المعملية وإذا وصلنا فعلاً لعلاج للسبب السمنة يبقى أنا كده يعني الحقيقة أنا قضيت على المشكلة من جزر بس الحقيقة ده هيأثر معنا شوية كجراحين سمنة مش هنشتغل يعني فإحنا عايزين يعني إحنا عايزين العلاج يتأخر شوية بس إحنا العلاج طبعاً بالنسبة لنا هو علاج طبي في الأول إن أنا التدرج من تنظيم الجزائي إن أنا أخد أكل صحي دي حاجة أنظمة جزائية صحيحة ممارسة الرياضة زي ما أنت قلت أجري 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 ممارسة الرياضة دي مهمة أوي الحاجة الثالثة إن أنا خلاص وصلت الدرجة إن أنا مؤشر كتلة الجسم بتاعي علي بقى في سمنة مفرطة لازم ألجأ لجراح السمنة بندور على شغلنا بقى هندور على شغلنا إزاي جراحات السمنة هي معمولة كمان مخصوص للناس دي كل إذا كانت الأسرة يعني أنا عايز أقولك إن أنا في أكتر من مرة بتجتمع أسرة بالكامل بكون أنا عملت للأسرة بالكامل جراحة سمنة وفي ناس تملك الشجاعة يعني أنا عندي أسرة ملكة أو أكتر من أسرة ملكة الشجاعة مش عايز أقولك إحنا عملنا لهم في نفس اليوم عملنا للأم وعملنا لتلاتة من الأبناء في نفس اليوم واتبقى الأب يعني يرعاهم في الفترة دي خلاص بقى واخدين يعني أربع خمس قط في المستشفى فيعني الناس بقى عندها آه الناس بقى عندها دي بقت وبعدين هما يقوموا على حلهم هو يأخذ الضغط فهي القصة هي أدوار والحقيقة برضو كان عندي أمثلة كتير مثلا أن الأب مثلا يكون سنه كبير جدا وشاف ولاده يتعاملوا بقى كويسين قوي ويقولك لا أنا عايز أعمل أنا كمان وخلاص أو عايز يعيش الأيام اللي هو عايشها يعيش بطريقة صحية يقدر يطير زي الرجال همش هيطير بس هالأقل هيقدر يمشي هيقدر يتحرك مش هيعاني من مشاكل السمنة اللي هي المؤرقة اللي هي المزعجة جدا ففي السمنة هي فيها خلل هرموني وخلل جيني ده مهم جدا ودايما أنا بضرب مثال للمرضى تلاقي مريض مثلا عنده سمنة زي ده جدا ومعها واحد صديقه يبقى رفيع جدا الرفيع ده يمكن بيأكل أكتر منه بس هو ما عندوش هذا الخلل الجيني عنده الامتصاص كويس عنده الإنزيمات والهرمونات الحارقة نسابها معقولة وفيه يوجد البلانس أو المعادلة الصحية المزبوطة عكس بقى التاني اللي هو عنده خلل جيني فهو حتى مع أقل كمية أك بدأ يزيد في الوزن فده لازم يلجأ على طول جراح السمنة لحل المشكلة دي من جزورها بإذن الله وإن شاء الله نقدر نتوصل لعلاج لها وإصلاح هذا الخلل الجيني طيب إزاي نتفادى السمنة مع وجود هذه الخللات نتفادى السمنة بإن أنا ألجي العادات الجزائية الخاطئة يعني الاجتماعات الأسرية الفضيعة إن إحنا دايما كل اجتماعاتنا هي للأكل أنا خارج أتفسح هو رحين ناكل في مكان الفلاني عندنا زيارة لحد هو إحنا كل دي حادات جزائية غلط بكميات أكل فضيع رمضان عزومات رهيبة العيد الصغير هنأكل سمك وجنبري ونأكل مش عارف إيه وسيفود وفسيخ وليلة سودة العيد الكبير هنأكل الضبيح الضبيحة آه طبعا ونقعد بقنا تفنن فيه عيد الصغير كحك كمان معنا والعيد الكبير كمان بتهالي كحك كحك موجود في كل العيد فإحنا مناسباتنا كلها وخروجاتنا وفسحنا ومتعتنا كريسماس أكل أكل أعيد الشكر كل ده أكل هو الأكل فإحنا دلوقتي أول حاجة أن أنا أصلح العادات الجزائية الخاطئة دي كلها ممارسة الرياضة أكل صحي أبعد عن الرابش هو حتى مهما كان قيمته وأنه وقت هو رابش الأكل الشوارع أكل الفاست فود أكل الفاست فود بكافة أنواعه واتكلمنا كتير عن موضوع الفاست فود فيه نسبة الدهون عالية ويمكن الأيام اللي إحنا فيها دي برضو لازم الناس تبقى عندها فكر إحنا دلوقتي لو إحنا لاحزنا فيه خلل فضيع وارتفاع في الأسعار رهيب بيقابله إن الكواليتي بقت قليلة قوي يعني أنت على الرغم من ارتفاع أسعار الأكل بصورة مبالغة فيها جدا إلا إن الكواليتي كمان والنوعية بقت رديئة جدا وبتؤدي إن هي بقت رابش فرابش أنا بيزيد وزني على الفاضي ما استفدتش حاجة بالعكس أنا حصل لضرر بالغ كل مضعفات السمنة ولازم أتوقف أتوقف وأبدأ أشوف المشكلة تتحل من جزرها تتحل إن أنا أروح لجراح السمنة ونبدأ بقى ناخد واحد واحد في العيلة كده نتخلص المشكلة بتاعته طيب هيجيلك عيلة العيلة دي وليكن أب وأم أولادهم بنته وولد الأربعة عندهم بسنة واحد منهم هتختار له تكمين بعد واحد هتختار له تحويل النصارى واحد ثالث هتقوله عملك ساسي تمام على أني إحساس لغم لهم عيلة واحدة تمام إحنا هنقسم العيلة كل واحد حسب المرحلة العمرية وعلى حسب هو عنده بيعاني من إيه من مضعفات السمنة طبعا أنا في السن الصغير أنا بفضل أن أنا أعمله تكمين المعدة خصوصا أنه لسه ما اكتسبشي مثلا السكر وما اكتسبشي الضغط اللي هم قريدي هيحصلوا هيحصلوا فأنا بفضل في السن الصغير اللي ما عندهش مشاكل ما عندهش مشاكل وما عندهش شراهة لأكل الحلويات أو إدمان الحلويات فده هعمله تكمين معد طيب تعالي على الأكبر بقى الأب أو الأم عنده سكر من النوع الثاني بصورة مزعجة وبياخد أكتر من دواء لضبط السكر والضغط والكوليسترول لا أنا بفضل أن أنا أعمله تحويل مصار أو أعمله ساسي يعني حاجة تبقى بلهم قللة الضغط داخل المعدة حد منهم بيعاني من ارتجاح يمضي المعدة بالمريء بيعاني من فتق في الحجاب الحاجز لا الأحسن يعمل تحويل مصار من الأول يبقى إحنا دلوقتي على حسب كل مريض قسمنا له العملية بتاعته أن أنا أقدر أعمله عملية تناسب هذا المريض حسب الفئة العمرية وعلى حسب ما يعانيه من أمراض مزمنة أو ما يعانيه من مشاكل وتحمله بعد كده أنه يقدر يأخذ ويحافظ على نفسه بالسبليمينس بالفيتامينس والفيتامينات والبروتين بعد العملية وأقدر يحافظ عليهم إزاي فده اللي بيفرق معنا في اختيار نوعية العملية أي مريض سيمني بقى سواء عائلياً هو في قصة عيلة أو هو جام من فارد أكتر حاجة بيسأل عليها درجة الأمان في العمليات تمام السيفتي وبيني وبينك له حق لأنه مريض داخل هو مش جالطة في القلب فهنعمله بايباص ولازم نعملها له الرجل داخل بايباص يعني ما عندوش أوبشن تاني لو ما عمللوش بايباص هيموت لا هو جاعت في بيته أيام بتعدى له على فكرة يعني مريض سيمني بيقعد يتفرج على حلقاتنا كتير الأول ممكن يقعد سنة ممكن يقعد ست شهور ممكن يقعد تلت شهور يقعد يتفرج على حلقات لغاية لما يفهم كل ما يتعلق بجراحة سيمني وبعدين يتخذ القرار تمام وفي ناس تانية بتتخذ القرار بس خلينا نروح لفكرة السيفتي الأمان السيفتي دي مهمة في أي نوع من أنواع الجراحات إجراحة السنة بالذات مهمة أو درجة السيفتي أو درجة الأمان فيها لأنه زي ما حضرتك بتقول هو ده مريض ما عندوش حالة طرقف جايلك ما عندوش جلطة في القلب فجايلك لازم تعمله أسطرة دلوقتي لأ ده مريض ما عندوش مرارة لأ مرارة لا هو ما عندوش مضعفات دلوقتي خطيرة فيه مضعفات مضعفات السنة بس هو جايلك بمزاجه زي ما بنقول جايك بتفسح مبارح مثلا فهو دلوقتي أول هذه وسائل الأمان دي مهمة أو السيفتي اختيار الطبيب إنه يختار طبيب متخصص في هذا النوع من الجراحات دي حاجة لازم هو زي ما حضرتك بتقول هيقعد يتفرج على حلقات هيشوف السيفي بتاع المريض هيبحث في ملاف السيفي الدكتور السيفي الدكتور الدكتور ده متخصص في هذا الإجراء الحاجة التانية الدكتور ده هيعمل عملية في أي مستشفى لازم مستشفى برضو تتغفض فيها كل معايير الأمان عشان كده أنا يعني بقى نادي هنا من البرنامج إن لازم وزارة الصحة تاخد بالها إن نوعية الجراحات خصوصا جراحات السنة تتم في مستشفيات معينة تحددها وزارة الصحة زي ما دولت كتير عملية ده مهمة أوي ليه؟ لإن لازم تتوفر لازم يكون فيها المستشفى فيها دعاية مركزة على الأعلى مستوى يكون فيها بنك دم على الأعلى مستوى طبعا طبعا بستعملات مجهزة مجهزة وتتحمل الوزن ده ويكون فيها كافة التخصصات لازم يكون فيها دكتور قلب لازم يكون فيها دكتور كلا دكتور تخدير على أعلى مستوى التيم ده مهمة أوي دكتور تغزية دكتور إيفن اللي هو السايكاتريست الدكتور النفسي كل دون مهمة جدا يبقى تاني حاجة المستشفى تالت حاجة بقى الجراح واختياراته للأمان في استعمال الدباسات نوعية الدباسات اللي بيستقدمه نوعية الأدوات إن أنا أستعمل حاجات مطابقة للقياسات العالمية يعني لازم أستعمل الدباسة اللي أنا بستعملها تكون مطابقة للقياسات العالمية باستعملش دباسات للأسف فيها مشاكل أستعمل حاجات جاية من السوق السوداء زي ما بنقول لازم أستعمل حاجات فيها كل معايير الأمان عشان المريض يبقى حتى يعني أنت العلاقة بينك وبين المريض هي علاقة يعني أقوى من أي علاقة في الدنيا لازم تراعي فيها ربينا وتراعي هذا المريض وتراعيه كويس قوي وإحنا بيكون العلاقة بيننا وبين المريض مش عايزة أقولك وخفنا عليه أكتر من خوف الأب على ابنه أكتر من خوف الزوج على زوج وغيره لأن انت مهم جدا أن انت تعدي بيه لبر الأمان فتوافر معايير الأمان ده مهم جدا وهو الأساس في جراحات السمن كل الجراحات حتى جراحات الجراز الهضم بتاعتكو اللي بتغصم فيها بتنتهي علاقتكو بالمريض بمجرد انتهاء الجراحة مش وقت متابعة يعني عدية إلا مريض السمنة بتقعد معاه طول عمره المتابعة ليه قيمة؟ مهمة جدا المتابعة بعد جراحات السمنة زي ما حضرتك بتقول يمكن الجراحة الوحيدة اللي المريض أكثر من مريض القلب حتى اللي انت عملتله أسطرق أو عملتله حيوها ممكن يعني كم شهر وخلاص تحلت مشكلته وما بيجي لكش تاني لا مريض المتابعة المتابعة الدقيقة عشان أتابع نزول الوزن أتابع المضعفات اللي ممكن تكونها تحصل من جراحة السمنة والمتابعة الجزائية المتابعة مع الكوتش الرياضي المتابعة مع دكتور النفسي كل دي متابعات مهمة جدا فجراحات السمنة هي المتابعة فيها مهمة جدا ممكن لها دور كبير قوي أكثر من العملاء نفسه مش عايزة يكون بضغط عليك في التوجيه في البدلة الزرق أو البدلة الحامرة لكن لما أقولك أنه بدأ أو في عدد كبير جدا من غير الأطباء وغير المتخصصين وغير المنتمين للأسرة الطبية من قريب أو من بعيد تحطوا أديهم على مرضى السمنة وبيتعاملوا معهم كأنهم دا كترة هم مش دا كترة خالص فدأ ما أقولك من اللي هتلبسه بدلة الزرق أو حامرة أنا مش قصدي أوجهك لحاجة فيهم يعني مش قصدي حاجة مين اللي يلبس بدلة الزرق البدلة الزرق إن يمارس جراحة السمنة طبيب حتى جراح غير متخصص في جراحة السمنة يلبس زرق؟ يلبس زرق في الأول يلبس زرق في الأول دا من يلبس حامرة؟ اللي يلبس حامرة بقى اللي هو في الأصل ممكن ما يكونش له علاقة أساسا بجراحات هو أي تخصص آخر أنا قلت لك الأول هو جراح لا التاني مش جراح خالص او هو جراح بتاع تخصص تاني جراحات مختلفة تماما ويقحم نفسه في جراحات السمنة للأسف وده انا بسميه تاجر لانه هو عبارة عن حد بيجمع شوية دباسات وجمع وبعدين يعمل لنفسه ماركتنج زيادة وهو في الاصل يجير متخصص في هذه النواية من الجراحات قد يكون مش جراح جهاز هضمي خالص مش جراح مناظر خالص ويقحم نفسه في هذه الجراحات عشان كده برضه زي ما احنا بنقول وزارة الصح تاخد بالها قوي من المسلشفيات اللي باتمي فيها جراحات السمنة لازم وزارة الصح برضه تاخد بالها من اللي يمارس جراحة السمنة من الجراح اللي تنطبق عليه المواصفات انه هو يبقى جراح سمنة واسنفه لايسنز لايسنز ياخد رخصة رخصة لممارسة جراحة السمنة لانها جراحة من جراحات الخطيرة جدا والمريض بيبقى مرتبط بك طول عمره زي ما انت بتقول نورت وشرفت وقسعتنا ضيف العزيز والزميل والصديق العزيز ولازم تشوف لحكاله في شعر الله بيادا أقول الزميل الصديق العزيز لأن احنا دفعة واحدة دفعة واحدة بقى وشعر كده كبرتك كده ده شعر جميل مازال بس يعني الجراحة بتعمل كده في الشعر الجراحة بتعمل أكتر من كده الحقيقة كويس الموائش ضيف العزيز القمة العمال الكبيرة والاسم اللامع والصديق والزميل العزيز أستاذ الدكتور ياسر عمر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب زميل كلية الجراحين الملكية عضو جمعية الجراحين المصرية عضو جمعية المصرية لجراحات السمنة وعضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة الإفسو كانت ضيفا في واحدة من حلقاتنا الممتعة ودائما الدكتور ياسر من يوم يعني هو حضوره ما شاء الله ودرجة التركيز والعلم كنا دائما ما بنلتقي يعني هما كان فيه في الدفعة كده مجموعة هي المسيطرة على الكلية كلها فكنا بنسعد باللقاءات العلمية مع بعض الزمان والمتشاط كمان نورت يا دكتور ياسر خليكم دائما مع الناس الحلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر